اشتركوا في القناة والهدف هو اعداد كوادر هندسية متخصصة في مجال الاتصالات باختصاصاتها المختلفة دعت كلية العلاقة الجامعة لفتح هذا القسم هو بسبب مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والتقني في مجال الاتصالات يعني اليوم اصبح الاتصالات عصب الحياة والاتصالات دخلت في كل المجالات يعني دخلت في مجال الاتف استخدامات المنزلية والاصبحت حاليا حتى الادارات الالكترونية وفي كل صغيرة وكبيرة الان هي مجال الاتصالات يكون حاضر في اي تخصص وفي اي مجال المجالات المختلفة يقبل القسم خريجية اعدادية من الفرعية العلمي والاحيائي كذلك قبول اعداديات الصناعة وفق شروط يعني على ان يكون الاقسام المناظرة ونقصد بالاقسام المناظرة هي فروع الالكترونيك وفروع الكهرباء والحاسبات مجالات العمل اللي يمكن ان يعمل فيها خريج هندسة الاتصالات هي مجال الالكترونيك في مجال النيت في مجال الكونترول في مجال المجالات الاتصالات الوسائل الكمنيكيشن سيسم المختلفة يعني وهذا الحقيقة ان هذا التخصص هو خصص نادر وفريد يعني في على اقل في المنطقة الجنوبية يعني قسم هندسة الاتصالات قسم الوحيد في محافظة البصرة والاقل في منطقة جنوبية يعني من محافظة بغداد الى البصرة لا يوجد اي تخصص او لا يوجد اي جامعة تفتح يعني يديها قسم هندسة الاتصالات عدا قسم الاتصالات في كليتنا اذا هو اختصاص نادر مجالات العمل رحبة واسعة مجالات كلش افاق واسعة امام الخريج بيمكان مجالات العمل ان يعمل في النفط يعمل في الصناعة في النقل في اتصالات في البريد في شركات الاتصالات لا توجد دائرة لا توجد دائرة لا توجد مؤسسة لا تحتاج الى مهندس الاتصالات حقيقة عندنا هياسات متخصصين في مختلف المراتب العلمية وفي مختلف الشهادات ولدينا عدد كبير من المختبرات وفي احدث الاتشيزة المختبرية موجودة في قسم هندسة الاتصالات مختبرات اتشيزة في احدث التكنولوجية موجودة في المختبرات في مجال التصالات اللي هي في مجال مايكرويف اتشيزة حديثة ومتطورة جدا في مجال الكونترول كذلك في مجال المايكرويف في مجال الانترنت وفي مجال الكمنيكيشن سيستيم وبمختلف الاختصاصات التي يحتاجها هو بأحدث الأجهزة يعني احنا عادتاً نسعى إلى إدخال أحدث التقنية في هذا المجال وحسب متطلبات الحاجة المجتمعية أو مواكبة الطور العلمي والتكنولوجي إنه يخريج كلية العراق يعني يكون مستوى يتقن اللغة الإنجليزية لأنه احنا تدريسنا بالكلية وتدريس اللغة الإنجليزية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة يعني المحاضرات المناهج الدراسية الأجوبة أسئلة الطالب إضافة إلى ذلك احنا نركز على اللغة الإنجليزية كلمة بالمرحلة الأولى كورسين ومرحلة الثانية كورسين حتى يكون عند الطالب بيسك يعني قوي بالنسبة للغة الإنجليزية ولهذا شوف أنه يعني من خلال الامتحانات التنافسية ومتحانات الرصانة مع الكليات الحكومية حقيقتهم وهذا بكل فخر واحتزاز أقوله أنه طالبتنا الذين يدخلوا امتحانات الرصانة وامتحانات التنافسية مع الجامعات الحكومية كانوا متميزين جداً وبشهادة الجامعات الحكومية الاهتمام من قبل والدعم المتواصل من قبل السيد سيما يعني الأستاذ الدكتور عبدالرهد الحساني حقيقة يتابع بشكل متواصل وبشكل حثيث ودؤوب ودائماً يؤكد في مجالس الكلية ودائماً يؤكد في مجالس الكلية أنه أي جهاز أو أي مختبر أو أي مصدر يحتاج للقسم يعني بشكل فوري وسريع يلبي الطلب ورأساً تزود القسم بما هو مطلع هناك مواكب أو مواكبة مستمرة للمصادر الحديثة يعني أنت لو تزور المكتبة مكتبة الكلية يشوف مصادر يعني كلها حديثة في مجالات المختلفة وهناك أجهزة حديثة في مجالات الاختصاصة هذه حقيقة يعني جعلت خرجيك هندسة الاتصالات متميزين وهذا ما لاحظناه من خلال تعيينهم في الشركات ودوائر الدولة نشوف يعني معظم خريجي هندسة الاتصالات هم المفضلين في التعيين أدعو أبنائي طلبة من خريجيه الإعدادية بفرعيها العلمي والإحيائي أن يسعوا والباب مفتوح أمامهم وتكون حقيقة القبول بهندسة الاتصالات معناها لهم آفاق تكون آفاق المستقبلية تكون أمامهم كبيرة جداً والفرص أمامهم كبيرة جداً وحقيقة يعني مهندس الاتصالات يعني من الاختصاصات النادرة في محافظة البصرة يعني نادرة ما تلقى هناك تخصص في مهندسة والمجال رحب ومستقبل مضمون كليات العراق الجامعة هو من الكليات المتميزة التي يكون خريجها يتميز بالكفاءة والمعرفة والعلم وهذا ما يجعله دائماً مفضل ويتميز خريجي كلياتنا بسمعة الطيبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة